السلام عليكم الحذقات والحذقين اشخباركم اومبروك عواشركم بصحة ولهنا وطل عمر في طاعتي الله والسلم والسلام في العالم بأسره اليوم ان شاء الله غد نتقسم معكم واحد الوصفة اللي لابد من الحضور ديالها على المائدة المغربية وهي المخرقة هنا عندي واحد الكيلو واربع ديال الدقيق مغربل نوعية جيدة هنا عندي نص كيلو ديال زنجان ولكنس الحلية رانيزت فيه نافع من طحون والقرفة وحبة حلاوة هنا عندي رابعة ديال زنجلان مصحوقة مزيان فيها مع القاونص ديال النافع مع القاونص ديال القرفة ومع القاونص ديال حبة حلاوة مغربلين هدك الكاس عندي ديال اللوز محمر شوية باش تتحمل زيان ماشي بزاف حتول لي دام وكاس ديال عنب ديال زيت العود كاس اللارب ديال مظهر دافي اللي درت فيه شوية ديال الزعفرال الحر كاس ديال لارب ديال الزبدة مدووبة زبدة حيوانية واحد جوجل معالق ديال الخل منسكة الحرة اللي هنا غدي نطحنها بشوية ديال ديال الملحة او لسكر اللي بغيتو واحد تمنياد القرامات ديال خميرة الحلويات وأصفر بيضاء ولابد من وجدو حدنا شوية ديال المدافي في حالتي لما قدتنا شهد السوائل هادي هنا جنجلان كان أكد رافيه مع القونص هاد زنجلان هاد زلافة هادي رافيها مع القونص ديال القرفة مع القونص ديال حبة حلاوة ومع القونص ديال النافع مصحوقين مغربلين مزيان أنا نسيتهم وولي تعودتهم مع الزنجلان ما انتظرتش باش نوريهم لكم ولكن ها هوا ما في بالكم هنا غدي نجمع هاد نواشيف كلها غدي ندير هادك الرابعة ديال زنجلان غدي نزيد عليها اللوز غدي نزيد لي دام المسكة الحرة كل شي غدي نزيدو إلا الماء وازهر هو اللي غنخلي الأخر هاديرا المسكة الحرة كنسحقها بالملحة يعني لا بد منها حتى هي كتعطي الماضق ديالها ما نحاوله ما نصغناش عليها والدقيق كيف ما قلت لكم دائما نوعية مزيانة اللي ما تعد بكم مش لأنه كانت خيق لي كيبقا يتقطع كنزيد هنا يا زيت زبدة عفوا كنزيد الزيت وغدي نلوز دائما كيف ما قلت لكم حتى هو يكون مصحق مزيان حتى يخرج لدم دياله يعني لا خليتي شي حاجة لي محبة أو لا ذلك القشور ديال الجنجلان أو لا نافع مهرس را غدي قطع لك العجينة وغدي تعدبك وغا تبقى تتهرس لك في القل من تكون يتقليها غا تبدأ تهرس من بعد مزد السوائل ديالي اللي هي مظهر والمادافي هذا دخلي يا كاس وكاس ونص ديال المادافي طوفي غدي نجمعها هنا را ما غديش ندلكها كيف ما كتشوفو هذه القسعار فها أولا ما غديش ندلك وصعيب باش كتتتلك إلا إلا كانت عندك الماكينة ديال الكفتة فأنا جربتها Arena دوزتها في الماكينة ديال الكفتة كانتساعدنى عندي ماكينة ديال الكفتة ديال الضو لكن ما بغيتش ناخدمها قدامكم لأن ما مش كل شي عنده الماكينة ديال الكفتة العادية أو ماكينة ديال الضو فغدير الله خيشة تعرف الكلشات البلاستيك غادي تطلق ولكن ما غاديش نقول لك رانس ساعة اولا تولد ساعة اولا باش غادي تطلق انا راني خليتها ربعات ساعت من بعد ساعتين رجعت لها درت لها واحدة دلكا فوق البلونت خاضاي ووليت جمعتها صفي المرة التانية من بعد ساعتين اخرى صفي القتها صفي مزيانة مساعدتني ما كان حتى مشكل انها خصها تكون قاسحة لما كانت قاسحة رغتعدب شوفوا هنا كيف ولت هذي رأى المرة التانية المرة اللولة غاديتها وجبتها وعود رجعتها هذي المرة التانية صفي ما غاديش رجعها هنا غادي نقطع وغادي نطلقها على طريقة الباتفويتين يعني عملية حتى هي كتساعدنا بزاف باش كتجينا المخرقة مجعوبة من الداخل وعمرة عسل وفتية صفي كان قطع قطع شوية كبيرة هنا كيف مغتلك قمر عندي كيلو وربع ديال دقيق غادي نقطع وغادي ندلك وغادي نطوي بالطريقة المعتادة ديال الباتفويتين وغادي نخليها عود ترتاح واحد تولد ساعة اربع ساعة تولد ساعة دائما نفيلميوها اولا نديروها في اكياس بلاستيكية شوفوا العجينة هنا راها ما كتعدبش راها سهلة ومن بعد ما غادي تطوى وغادي نرجع لها غا تولي اسهل المقادر ديال الشبكية إلا ما احترمتي هاش المخرقة أنا يعني كاي الناس اللي يقولوا الشبكية أنا بالنسبة لي هدي مخرقة الشبكية هي هذي كالشبكة دوك الشبيكات صافي غادي نطويها وغادي نخليها فكتكن أسهل لي لخدمتيها مزيان بدلاك وعطتيها دقيق مزيان واحترمتي المقادير خاصة المقادير را لفوتتي لها شي حاجة في المقادير را هم لابد ما غادي تعدبك شوية أما إلا احترمتي المقادير فما كتكن سهلة على في الجميع ولا في شبك حتى هذو كليشيو تديك البقايا اللي كيبقاوا ما كيعدبوكش كتجمعيهم السهلين غادي نطويها على هالطريقة كلها وغادي نديروها في أكياس وغادي نخليوها ترتاح واحد أربع ساعة حتى تلت ولوت ساعة كافيها وغادي نرجعو إن شاء الله باش نبدأ وتشبك ديالنا اللي عندها الماكينة راها كتساعد الماكينة كتعاون حتى هي اللي ما عندهاش فديرها بطريقة تقليدية تلقها غيبت لك وتقطع الطريقة المعتادة هنا لابد منطلقوها مزيان باش ندوزلنا في الماكينة سهلة وكيث ما تلكمون اللي ما عندهاش الماكينة فغادي نزيد تلقها أكثر وهي كتحكم في السمك ديالها هي شوف السمك اللي بغادي ومال الأفضل كتكون رقيقة باش مش كتجي مزيانة إلا كانت غليضة ما كتجيش مزيانة سافي غادي نجمعها كلها هذو كل البقايا غادي نجمعهم تغموا في واحد الكيس نخليهم يرتاحوا عاد كانوا لين نعجنهم هنا عندي هاد البلوند تخافاي ما عندوش الحاشية خارجة بزاف وهاد الماكينة هادي را كلكم كتعرفوها أنا ربما شريتها شوية ما مزياناش لأنه ما كتقطع ليش الوسط هاد الآلة هادي ما كنتستعملهاش شريتها ما كنتستعملهاش كنتستعملهاش كنتستعمل الجرارة وهاديك الآلة اللولة غي كت كتحدد لي يعني المقاييس ما كت ما كتديرش ليش حاجة أخرى هنا لو بلو ما عندوش كيف ما قلتلكم الحاشية ما ممكن ليش نخدم فيه غير غادي نوريكم ومن بعد غادي نخدم على واحد الطبلة ما عندوش في حاشية باش نزير باش ندير له هادك ال هادك ال اليد ديالو اللي كت تزير فما غاديش نديرها أنا غيغا نزل الماكينة هنا ما استطعتش نكمل يعني الماكينة قد ازهق فأنا جيت كنخدم على الطبلة وانتم ما خدموا على الحاجة اللي موالمكم خافي كندوزها في الماكينة والماكينة ما يمكن ليش نقول لكم الرقم لأن كل الماكينة والأرقام ديالها مختلفة هذه ماكينة من القدامين شو هنا جتني رهيفة قطعات العجينة غاوتها وهاد الآلة هادي كنحيد لي هاليد لأنه ما يمكنش مخدمها بليد ما كتقطع عشانتم ما غادي تشوفوه ما كتقطع ليش الوسط كتحدد لي غير الحاشيات يعني كنناخد بها غير القياس باش كتجيني المخرقات ديالي كلها قياس واحد رفيها حتى هي خمسة ديال السميطات صافي هنا اراني قطعتها بجرارة الأولى فوق الثالثة والخمسة تحت منهم بجوج وغادي اللاقص بعاني بجوج باش ندير كيف ما كنسمي أنا هاد الخاتمة هادا دائما كتجيني عملية سهلة جدا او كنجمع هادو كالجنيبات باش تعطني واحد شكيل زوين وهاد شكيل كيبقى هكا وخا كيتقلا كيبقى هكا هائل وتشنيف باين شوفوا هنا حاولت باش نديرها بليد ما يمكنش ما غاديش تقطع الوسط لابد الوسط ما نقطعوه بالجرارة وكان حيد لها هادك ليد ديالها وانتوما اللا كانت عندكم مزيانة هاد الآلة ديالكم خدموا بيها نعلا كانوا لنا نرجع فوق هادك السميطات نقطع وغادي نعود لكم اللول فوق الثالث والخامس تحت منهم بزوج او نجمع سبعاني يعني السبع الوسطاني والصبع الكبير او ندير ذاك الخويتم او ننزل فوق الطبلاء او فوق ونجمع ذاك الروايسات تافي هادي هي المخرقة ديالنا او تبارك الله عليكم كلكم حدقة كلكم متولة كلكم كتعرفوا شنو كتديروا الى عندكم طرق ديالكم ديروا بيها انا عطتكم المقادير اللي عندي هاد المقادير ناجحة ومضبوطة وكنستعملها دائما ما كنغيرهاش صافي واما طريقة تشبا كان عطتكم الطريقة اللي كندير انا يا وانتو ماش بكو كيف ما بغيتو كل اخت عند ها التقنية ديالها يعني مدابيكو كانت ساعدتني هديك الالة مزيان ما منضيعش الوقت بجرارها هكا ولكن ما ساعدتنيش باش تقطع من الوسط واخصنا احد واد الالت كي نغيف المغرب الاولى فوق التالتة ونزوم نهبط الرابعة والخامسة نديرها من التحت لابوند الخامسة يعني الشريط الخامس نديره من التحت والخويتم ونصافي مباشرة ننزل نوسع شوية يعني باش يدخلها الطيابي إلا كانت معجنا من الغسطول ومرا كبارة ما كيدخلهاش طياب مزيان صافي قديها حولي اوكا تعطينا هاد الشكي لهذا غزال اوكا يبقى هكا احتفل قلي يعني انا المخرقة الشبكية ديالي او المخرقة ما كنديرهاش من نهارها ما كنقليهاش من نهارها كان نخدمها في العشية وكان بيتها باش كتنشف مزيان اوه هنا وجت اللي غادي نحتاج الزيت العسال زنجلان الكسكاس وهذه هما المقادير اللي اعطاتني اعطاتني جوجلاتات عامرين يعني رارا ما يعادل واحدة الربعة كيلو كترجع ذاك الكيلو واربع بالعسال بعدها كتولي واحدة ربعة كيلو وهيا نشفات مزيان شوفك كان نهز وحدة فق وحدة ما كتلسق ما كتتشابك موالو الزيت كان تسخنها مزيان وكان نقص يعني ما تخليش الزيت كان تلالب رها غادي تشوطها لك وما غاديش تقلها مزيان صافي كان نعمر المقلع ديالي وتحاولي ما تديريش واحد الأنية كبيرة ديالقلي يعني باش منلي تديريها تشرب العسل تكون مرتاحة في العسل والعسل ديري دائما جوج الأواني هناك ندير واحد دو بول كبارين اولا جوج طنجرات اولا اللي عندك العسل تكون كتيرة باش منلي كتديري القليا اللولى في الآنية اللولى كتخليها كتنسيها كتكون انت وجتي التانية التانية كتديريها في البول التاني وهكا كترات حيبينتهم بجوج ونصيحة أخرى أنا سمعت بعض الأخوات كيقول لك العسل تكون كالطبخ لا إلا درتي العسل كالطبخ را غادي تطيب لك عود العجينة غادي تطيب لك هذي المخرقات اللي اتقلت إياكي ودري هذي العملية هذي أنا كنقليها كنديرها في زيت في عسل باردة عسل تقيلة ما تكونش ما ما تكونش خفيفة العسل تقيلة باش كتشد في المخرقة في جميع المؤسلات مش غير المخرقة وكنخليها تشرب مزيان يعني قليا على قليا الزيت كتتسخن عفوا العسل كتسخن صافي وكيكون هذي هو درجة الحرارة المناسبة لها وانتو مالكم الرأي يعني كل وحدة كتشبت بالأفكار ديالها أنا ما مكنليش باش نقول لكم لا ما تدروهاش أنا غي كننصحكم إلا بغيتوا تدروها أنا سمعت أخوات كيقول لك زيت خصاتكم كتطبخ لا 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 طبخي جربي وغادي تشوفي را غا تولي لك المخرقات دي را تولي عجين الورقة ديال البريوات غا تولي لك عجين فأرضي البال هنا منلي كتكون كتطبخ لها المخرقات ديالنا كنكون كننضورها يعني ما كنخليهاش واقفة راسية إن كيفما كنقول لكم دائما درجة الحرارة ديالزيت وخات قولي رزيت كلها سخونة فأحيانا البوطة كتكون جهة سخونة جهة باردة كيفما كتعرفوه في المقلاة ديال الخميز أو في أي حاجة كتكون جهة دائما فيها الجهد فكتبقيت دوري باش ما تاخد لون موحد كيفما كندوره البريوات كيفما كندوره القنانات كيفما كندوره البليغات فأي حاجة كتطبخ ستكون كتطبخ من المعسلات بالطبع ما شي كنقول حاجة أخرى كتطبخ كيفما كندوره كندوره لفكما كندوره باش ما كندوره كيفما كندوره لأنه ما زال غدت تاخد لون في العسل شوفوا العسل رهي باردة وعنتو ما رهي بدهت كتت يعني كتبه لكم كتكتك أنا غدي أنا نقول لي نهبطها ودائما المخرقة من اللي كتشرب العسل الكافي ديالها راها كتهبط لتحت ما كتبقاش لفوق يعني ما كتبقاش على السطح ديال العسل لا كتغرق هنا راها كتشرب وغتشرب مزيان وغن ننساها وغن دير القلية التانية وغن ديرها في الإناء التاني الوقت اللي غتكون هيصة في شربات أنا هنا راني كندير القلية التانية وما تغفليش على القلية لأنه ما يمكن لكش تكوني مقابلة حاجة أخرى ومقابلة المقلق لا كنعطي الوقت الكافي للقلية ديال المخرقة هنا كتباليكم ها أنتم حتم اللي كتقلع كتطلع ما كتبقاش لتحت لتحت في القاعد ديال المقلق كتطلع الفوق هادو اللي كتشوفوهم بويد دابا راهم كلهم كانوا لتحت كلهم طلعوا الفوق سافي ودائما دوري ديري العملية الدائرية عاد بديت قلبها وراها كتطيب واحد سهولة يعني ما كتتاخدش وقت كتير يعني لقليان أنا ما أخذليش ما أخذليش ساعة كاملة وقلي لكي بلليكم راها كتدير هنا دق البواوق هادو كومالي كي عمروا بالعسل وكي لدوها صافي غادي نبقوا غاديين حتى غادي نكملوا العملية ديالنا هنا هاد القلية التانية غادي تمشي للإناء التاني ومن اللي غا نحط الثالثة غادي صافي غادي نهز هادوك الأولى وكتبقي غاديها هكا كتراتحي بناتهم بجوج حتى كتكمل القلي إلا أنا ما زل كان أكد إلا تبعتي المقادير كيف ما شرحت لك راها غادي تجيك مخرقة غزالة ناجحة يعني فتية ومقرمشة أو ممطوم ما معرفش نشرح لك لا تكستور ديالها كتاكل يا ما كتتعجنش لك فيديك ما حتى حاجة كيكون التكستور ديالها زوينة والديدة كيلددها هادوك اللوز حتى هو واللي بغا دير غزنجلن دير غزنجلن حتى هو كافي سوف أنا كنت في القليا التانية في الإناء التاني وغادي نهز الأولى صفيرها شربات العسل كافي دائما العسل يكون عندكم بكترة وراه ما كيضيعش من بعد كنولي ونصفيه وكندوزوه في صفاي وكنجمعوه بعكسي لبقتي الطبخيه كل مرة سفي راكي يخسر راكي كيولي كيولي كيتلصق هدي نخليه وهاد القليا هدي تشرب وغادي نمشي التالتة سفيه وغادي نهزو الأولى هدي القليا التالتة وهكا دبا هدي سفي شربات يعني شوف يعني قليت القليا ودرتها في العسل وقليت التانية وبديت كنقليت التالتة هاد غادي نهزا فاشربات العسل مزيان هيا مخرقة دي أنا هي هدي فهكا نبقى وغادي كل ما درنا طبقا كرشوها في الزنجلان كل ما درنا لأنه إلا خليتها هي تال أخرى ما كيقبطش فيها مزيان قصو يقبط فيها الزنجلان وهي سخونة كل ما حيتي قليا من العسل ودرتها تسقط الرشيان رها جات شربة مزيان وهدي هي المخرقها دينا تاكلوها بصحة والراحة وإلى عجبتكم الوصفة ديالي لايكي وبارتاجي وكتبوا لي التعليق ديالكم وشكرا لكم رها الإنسائيل أحترم غير المقادير أي حاجة غصة المقادير ديالها ورمضان مبارك سعيد وإلى اللقاء إن شاء الله في وصفة أخرى ونتمنكم تلايكي وتبارتاجي وتشاركوني الرأي ديالكم وشكرا لكم جميعا اشتركوا في القناة